من جديد يا مرحبا بكم اتهم ضابط المخابرات السابق فهم شبان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بانه المسؤول المباشر عن الجرائم التي حصلت وتحصل للشعب الفلسطيني على حد قوله طبعا متسائلا عن عدم تشكيل لجنة محايدة للتحقيق بما تقوم به سلطة الفلسطينية من خلال التنسيق الامني وتسريب العقارات في القدس وكان شبان قد شن هجوما بعد اتهامه أجهزة المخابرات الفلسطينية باقتحام بيته في أريحة والعبث في محتوياته والاستداء عليه ينضم إلينا من القدس الشريف فهم شبان التميمي مسؤول ملف الفساد في جهاز المخابرات الفلسطينية في الضيفة الغربية السابق طبعا مرحبا بك سيد فهمي مرحبا بك يا أخوي الله أعطيك العافية بالبداية سيد فهمي أرجو الاختصار قدر الإمكان لأن هناك أسئلة كثيرة أريد الإجابة عنها لماذا تحمل مسؤولية اقتحام بيتك في أريحة لسلطة الفلسطينية يا سيدي أعطيك العافية أنا أحمل المسؤولية لسلطة الفلسطينية على كل ما يجري وعلى كل ما سيجري في المستقبل باختصار شديد أنا أثرت قضية مهمة في الوضع العام عندنا في الوطن تشكل لجنة تحقيق الرئيس بعت لجنة تحقيق أو رجال إصلاح القدس اللي بقول عن حالهم رجال إصلاح القدس وللأسف ولا واحد فيهم من رجال إصلاح القدس لأن هذول رجال إصلاح القدس لهم عنوان وأسماء زي الشيخ عبد الله علقام رئيس لجنة إصلاح القدس لو بعثوا كان حلة المشكلة ولكن ما بيعرفوا حتى الناس اللي في القدس للأسف أنا أثرت قضية لمصلحة الشعب الفلسطيني لكل زعل ما بدهم إنه واحد يحكي كلمة حق ما بدهم نأشر على الحقيقة حتى نقدر نعالجها ونقدر حتى نقاوم احتلال بعد النظف البيت الداخلي تبعنا وللأسف زعلهم زعلوا زيادة عن اللازم قطعوا راتبي قطعوا راتب أكثر من عشرين عائلة احتلوا بيتي اللي موجود فيها ريحة اللي للأسف هذا البيت اللي استضافهم لما رجعوا من تونس في سنة الأربعة وتسعين ووعدوا فيه ضيوف أربعة سنوات أو خمس سنوات للأسف ما لقيوش اللي يتشاطروا على بيت متروك في ريحة لكن عفوا يا سيد فهمي أليس من حق السلطة أن تستولي على ملفات سواء في بيتك أو في بيت غيرك اتهمت أنت بسرقتك من المخابرات العامة يا سيدي البيت ما فيه ملفات للمخابرات العامة البيت فيه قضايا أنا كمحامي اشتغلت عشر سنوات حاطت الأرشيف القضايا اللي كنت أشتغل فيها أما الملفات أنا مش ولد أهبل في عندي قضايا اشتغلت عليها ملفات وخليها في أريحة كل الملفات في الحفظ والصون ما فيش ولا ملف إدو ياخدوه من القضايا اللي أنا رح أحكي فيها في المستقبل وللأسف هذه أنا ما صرقتها هذه ملفات اللي أنا اشتغلت عليها وكانت ملقا ملقا هناك ولكن أنا حافظت على هذه على أساس هي ملك للشعب الفلسطيني مش أكثر والأقل فكلمة صرقت هذه كلمة مردودة عليهم لأن هذه الملفات رح تثبت في يوم الأيام أنه أنا سويت الصح لأنني حافظت على الأراضي الفلسطينية والعقارات الفلسطينية وعلى دم الشعب الفلسطيني لما حافظت على الملفات وما ضيعتها طيب عفوا لهذه الملفات كن دائما أنت تأخذ نسخة من ملفات الفساد في المخابرات العامة إلى بيتك طيب بحالة طبيعية هل هذا من حقك كضابط أن تأخذ شيئا في مؤسسة تعمل بها؟ يا سيدي أول شيء ما كانش فيه أصلا فيه قسم كبير ومش فيش نسخ أصلا فيها لأن الملفات اللي أنا اشتغلتها محداش الآن فيها يعني مثلا ملف عزام الأحمد لما أنا كشفت أنه ساره هو أخوت 200 مليون 700 ألف دولار فكرة أنه أشتغل في الملفات هذه مرمية كانت الملفات طيب بالنسبة للجنة وإذا الواجب علي أن نحصل عليها طيب بالنسبة إلى اللجنة التي شكلها الرئيس محمود عباس ما النتائج التي توصلت إليها وأنت كنت على اطلاع بها؟ يا سيدي أنا بستغرب من هذه اللجنة وهي طبعا لجنة زي أي لجان بشكلها أبو مازل وبهو السلطة هي لجان شكلية مش عملية أنا بسمع من الآخر رفيق النتشي بقول أنه خلال أيام ستصدر النتائج وقرب يخلصوا وهم ما عدوش معي كيف؟ كيف بدهم يوصل لنتيجة حقيقية؟ وأنا صاحب العلاقة المباشر اللي أنا فجرت هذا الموضوع وكشفت هذا الموضوع ما سألنيش ما بعدوش حدا يجي عد معي ويطلع على الوثائق الموجودة اللي بتثبت كل كلمة حكيتها ومش هيك وباس أنا ما جيت حكيت على رفيق الحسيني فقط أنا ممكن أنا كنت ناوي أحكي وعشان يسمعوا أهلا أكثر أنا كنت بدأ أحكي مثلا عن اقتحام سجن أريحة سعادات الشوبكي أنا كنت بدأ أحكي لهم هذا الكلام ولكنهم مش معنيين هم معني كيف يدوروا كيف رفيق بقول أنا أبو مازل مقتنع في وقتك بدأ يرجع شغله لدي فقط فيما يتعلق بيعني عودة لموضوع العقار الذي اتهمت أنت في السلطة الفلسطينية بأنها بعته للكنيسة العالمية طبعا مصادر فيها الكنيسة قالت بأن هذا ديني فأين المانع في ذلك؟ يا أخي أول شيء هذا البيت عشان سأقول لك شغلة واحدة أنا في عندي نتائج وفي عندي اعترافات وفي عندي إفادات أنه أبعلا يقريع مطلع بشكل كامل أنه هذا العقار هو ملك لمنظمة التحرير الفلسطينية ولكن إجا اللي هو ما يسمى وجيه العشائر اللي في القدس الآن مش معروف أصلا وجاب لي وثيقة بقول أنه هذه هي الكنيسة إحنا على فكرة إحنا وإخواننا المسيحيين إحنا إخوان في القدس ما في فرق بيننا في بيننا وإحنا منزل شهد إحنا وإياهم مع بعض وفي بالسجون منلتقي معهم في السجون من السجون الاحتلال ولكن ولكن إجا المندوب ترى الرئاسة وبيجيب لي شهادة أعطاني العذر أقبح من دم هي كنيسة متصهينة ومرخصة من وزير الداخلية الفلسطيني للأسف هذه الشهادة اللي يجبون إياها حتى يبرروا المصيبة اللي مواقعين فيها ملك منظمة التحرير مؤجر إلى كنيسة متصهينة مرخصة من وزير الداخلية الفلسطيني هذه الفضائح طيب فيما الآن انتهينا من الكنيسة إلى موضوع آخر يعني أنت في الفترة على موقعك حطت في بالك الشيخ تيسير التميمي يعني ما هي لماذا وبثي عدد من التساجيل الهاتفية قيل بأنها مفبركة لماذا تتهم شيخ تيسير التميمي ببعض الاتهامات يا سيدي نحن للأسف متعودنا في السلطة أن يكون في عنا دكاكين فدائرة قاضي القضاء هي أحدى الدكاكين الموجودة في السلطة الوطنية الفلسطينية أوكلوا لقاضي القضاء مهمة مهمة جدا اللي هي صندوق الأيتام ومعرف الشهداء اللي بيموتوا إذا في عندهم إشي ميرات بسلموها لقاضي القضاء حتى ينمي هالموال ويحافظ على أموال حتى يبلغ الطفل أو اليتيم 18 سنة برجعوله مبالغه إذا كان يشغلوهم برجعوله مع الأرباح طيب فيما يتعلق فيما يتعلق بالشيخ تفضل تفضل كمل أكمل لكن للأسف لكن للأسف أنا كنت مفوض من المخابرات الفلسطينية لمتابعة ملف قاضي القضاء وبالتحديد لحقت ملف دائرة الأيتام وجدت يا سيد العزيز أن قاضي القضاء يشتري من أموال الأيتام قطعة أرض بقيمة 900 ألف دينار يعني مليون ومتين وخمسين ألف دولار وللأسف الأرض هذه هي أرض هي أرض مستملكة للمنفع العامة يعني أموال الأيتام مليون ومتين وخمسين ألف دولار بالملف هذا لحاله سلامتك وتعيش الأيتام بدوره على أموالهم هلأ لكن البعض يا سيد تميمي البعض يقفض لأن موقفك من الشيخ تيسير هو موقف شخصي لأنه حرك بيانا من قبل عائلة التميمي وهي عائلة كبيرة وعريقة في القدس من أجل أن يتبرأوا منك لا يا سيد أنا خلينا بس أكمل الفكرة اللي عندي بعدين نجي منقول شو هذا الموضوع القضية هذه القطعة الأرض طبعا هذه القضية من مجموعة كبيرة من القضايا مليون وخمسين ألف دولار لشراقة أرض مستملكة من بلدية الخليل هذه الأراضي وهذه الأموال الأرض كانت مقدرة بستمائة ألف دينار فقط رأى قاضي القضاء جاء بأحد الأشخاص الموظفين في البلدية واشتراها مش بستمائة بتسعمائة وعطاه عمولة مئة ألف دينار وتبين أن هذه الأرض هي أرض شكلية وهي أرض مستملكة للمنفع العامة لبلدية الخليل ما دليلك على العمولة يا سيد يا سيدي اعترافات الاعترافات موجودة والأشخاص اللي أخذوا العمولة مئة ألف دينار هو قاضي موجود في محكمة الخليل وهو ما ينكر الكلام ولا قاضي القضاء بقدر ينكر هذا الكلام وفي وثائق فيها والتقدير كمان أنه قيمة الأرض ستمائة ألف دينار فيما لو بدأت تدفع البلدية قيمتها برضه موجودة فيها وثائق لأنا حققت فيها أنا وراحوا دفعوا تسعمائة ألف بدل الستمية والأرض مستملكة أنا بدأت رجع أموال الأيتام هذه قضية واحدة هذه الوثائق عفوا هذه الوثائق لضيق الوقت هل أنت توصلت بها إلى السلطة الفلسطينية إلى ملفات لكي يتم معالجتها ولم تقم السلطة بمعالجتها يا سيدي هذه القضية بالتحديد طلع فيها كتاب إلى الرئيس أبو مازن من شخص كمان عشان بدأت أذكر اسمه لا بدون ذكر أسماء الله يرضى لي عليك بدون ذكر أسماء يا سيدي هذه قضايا توجهت لرئيس أبو مازن وقالوا له عليها القضايا هاي وقالوا له أنه فيه سرقة للأموال الأيتام وفيه تجاوزات إدارية وغير إدارية بالنسبة لقاضي القضاء ولم يفعل شيء ونفس الشيء هذه القطعة هذه مبلغ 550 ألف دولار ببعثهم ببعثهم قاضي القضاء وبينضي عليهم قبل ما يتخذ أي قرار من مجلس القضاء الأعلى ولا من أي لجنة أو مجلس الأيتام وبسلموها للتاجر للأسف التاجر اسمه خوضي الاسم هذا شركة كوهين للحديد ممثلة بالسيد ديفيد كوهين تفضل تفضل يا أستاذ لو سمحت سأقرب للصورة هاي هاي الصورة ديفيد كوهين وختم قاضي القضاء موجود أموال أيتام يعني موقفك من قاضي القضاء أليس موقفا شخصيا كونه هو يعني قادة عملية اللي تبرئة من عائلة تميمي يعني يا أخي رح تسمع الأيام القادمة أنه كل واحد بحكي عنه رح يجيؤ لك في موقف شخصي وراح أجيب كل القيادة الفلسطينية بلاخر تقول في موقف شخصي بينه وقال فاهمي شباني لأنه أنا ما جمتش إشي لسه الأيام الجاي في قضية هنا عفوا بس في قضية حتى بما يتعلق بالموقف الشخصي يعني أنت يعني هناك اتهامات لك بأنك كنت أنت وأبو حسين الطيراوي عندما هددت بكشف هذه الفضائح ما لم يتم معالجتها كنت قد سجنت بدليل يعني تسريب بعض العقارات هل هذا صحيح ولا لا أنت وشعر في سجن أريحة وفي مبنى المخابرات في أريحة ياسيدي هذا كذب كامل وعشان يكب أقول وين نجلة التحقيق اللي تحقق في الإدعاءات الكاذبة بتبع التوفيق التراوي واللي أنا بقدر أثبتها بكل بساطة والقيادة المخابرات الفلسطينية الموجودة ما زالت السادة في رمالله هي بتقول كذب وبتقدم نفس توفيق التراوي أنا يا سيدي من حباستش ثانية وحدة لا في السلطة ولا بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية ولا كنادي التشويهات وعشان توفيق التراوي تمادى وحكى بالطريقة المش محترمة راح أبين لك في آخر اللقابة تذكرني قبل خمس دقائق تفتح ملف توفيق التراوي رجاء نحط عندك ملاحظة لأنه ما عنديش ساعة هون آخر خمس دقائق افتح لي ملف توفيق التراوي عشان أقول لك كيف توفيق التراوي أحكي الآن يا سيدي يا سيدي توفيق التراوي اللي كان مطلوب رقم واحد لإسرائيل اليوم في آي بي معه بدي أشوف أنه الجسوس كيف حصل على الفي آي بي وكيف تم دخول سجن أريحة وكيف سعادات الحبس ومن سلم أمر اعتقال لسعادات ولكن هذا ملف كامل إلو راح يكون في فيما يتعلق بسعادات بسعادات والشوبكي لأن هناك يعني الفساد الوطني ماذا لديك حول هذه النقطة يا سيدي أنا بدي أسكر موضوع الشيخ قاضي القضاء حتى ننتقل للموضوع التالي لأنه ما بديش نروح الوقت بس باختصار لو سمعت نعم يا سيدي بالنسبة لقاضي القضاء أموال الأيتام بالملايين رايحة ما فيش متابعات ما فيش ملاحقات أموال الأيتام ضاعت هذا واحد تنين التغييرات بيسووا حصول إرث لأقارب لأشخاص لشخصيات عساس يشلوا أراضيهم ومسجلة ومن ضمنهم عشان أذكر قضية أرض ورهيبة اللي مرت عمه وكيف كيف زوره حصر إرث وكيف عينه قاضي لأنه أصدر الوثيقة بطريقة غير قانونية بالإضافة إلى الشكاوى الجنسية أنا ما بدي أدخل في الشكاوى الجنسية لا أخلص بدون الحكي على العراض الله يرضى عليك يلا يا سيدي أنا ما بدي أحكي على العراض ما بدي أذكر أسماء ولكن حتى الحقيقة تكون واضحة أنا بعتلكوا على الحوار الشكاوى الجنسية الموجودة عندكم موجودة وثائق عنها وأنا راح أنزل إذا كان بدي أقوله مفبرك راح أنزل يا شيخ تيسير ويا دائر القاضي القضاء ويا رئاسة راح أنزل هذه الوثائق على الإنترنت إذا بدي أدركوا تقولوا مفبرك وكذب وسيجب تخلي الناس تحكم إذا مفبرك ولا كذب هذا واحد تنين في نقطة تانية بالنسبة قبل ما نجي نحكي للثانين فيه إشي يا إخوان أملاك الشعب الفلسطيني من أموال الشعب الفلسطيني وبنام عليها وبروح تنتسى راح تعرفوا إشي واحد أنه أنا راح أضلني ورا هذه الملفات حتى ترجع هذه الأموال وهذا الملف اللي بدي أحكي لكم عنه هلأ هو ملف وزير شؤون القدس اللي هو زياد أبو زياد هذا طبعا التوفاق والتحقيق اللي مع أخوه وطبعا التحقيق معه اللي بيعترف فيها أنه من أموال السلطة أموال القدس اشترى ثلاث عقارات عقار في باب المغاربة وعقار بين راس العمود وعقار ببيت حنينة بالإضافة إلى مئات آلاف الدولارات هذا وبعدين اللي كان قبل ما تيجي السلطة في الأربعة وتسعين مع سيارة وبل اتنين وتمانين اليوم في عنده فلال وآراضي وعقارات وما زال العقارات اللي اشترى بأموال القدس لم تسلم إلى دارة الوقاف الإسلامية أنا رجعت دارة الوقاف الإسلامية بين 15 يوم وسألتهم بالتحديد بركة سوى من وراه ليش الزلمة صحي ضميره ولكن لغاية اليوم لم تسلم هذه العقارات لأصحابها للأوقاف حتى تكون لملك الشعب الفلسطيني طيب البعض يتهمك يا سيد شبانة بأن الملفات التي تملكها هي كلها يعني ملفات قديمة ولم تعد تملك أي شيء جديد يدينه أي أحد هل هذا صح؟ يا سيد فيه شيء اسمه الجرائم المستمرة الجرائم المستمرة هي القضايا التي تتعلق في أموال الشعب هذه لا يسر عليها التقادم هذا أول شيء طالما الموظف الذي سرق هذه الأموال على رأس عمله أو ما زالت الأموال بحياسته المفروض تم ملاحقته وهذه رسالة لكل الناس التي فيها عندهم أملاك بأسم السلطة بأسم الشعب الفلسطيني يرجعوها لأصحابها لأنه سيفتح في يوم الأيام هذه الملفات وستسترجع وإذا كان فيه عند الدولة سيتحاسب وليس بس يرجعو الأراضي حين نحبسه كمان طيب فيما يتعلق اتفضل إذا كان بقوله كمان الملفات مفبركة فاللي بفبرك بفبرك إش جديد ليش بفبرك إش أديم فبالتالي هذه الملفات لستها عائشة وحية في خلوبنا وفي إيدينا وفي وثائقنا ولازم على كل واحد سرق أموال الشعب أموال الأسرة أموال الأهل الشهداء لازم نرجحهم لازم أمانة في رقابنا اللي نحصل هذه العقارات والأراضي والأموال طيب في لقاء سابق أنت مع الحوار ما أسميته بالفساد الوطني يعني وهناك قضية ربما تشكل حساسية عند الشعب الفلسطيني ككل وهي قضية التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال ربما لأتقال فلان أو علتان ما لديك حول هذه النقطة أول ما حكيت عن موضوع رفيق الحسين قاله أنه فهمي بده يضغط على أبو مازين على أساس يرجع على المفاوضات لنيتنياهو وأنا بقوله لا ترجع لنيتنياهو لا ترد عليه وإذا كان فيه عندهم نية حقيقية فعلا عشان يأثر على إسرائيل ويحكي عن إسرائيل بكل بساطة يوقف التنسيق الأمني إذا كان بيقدر فبالتالي مزاودة على الناس واتهام الناس بوطنيتهم بشرفهم هم اللي بدهم يطلع ويراجعوا أنفسهم وخلي الناس تطلع عليهم أنا اللي بيقول عني كلمة عاطلة إذا كان أنا بيعت أرض سلمت إنسان أسألت إلى واحد في ماله في وطنيته في حريته أنا مشتعد أي طفل فلسطيني حاسبني بسعيب عليهم اللي داره من إزاز بيرميش على الناس حجار العرب لبسهم من راسهم لأساسهم يا سيد شبانة خلينا الآن بالتنسيق الأمني فيما يتعلق بسعادات والشوبكي ماذا عندك يعني يا سيد أتشضر باللقاء في معنى عشر دقائق طيب أنا بدي أعطيك خمس دقائق بالموضوع هذا لأنه أنا هذا بده ساعة كاملة أقل أقل الله يرضى عليك يلا تفضل يلا بسرعة ولكن ولكن أنا بدي لك شغلة واحدة بدي أحكي لكم قضية أنا عشتها وبداية بدي أحكم فيها بداية كذا الموضوع للشعب أنا كنت مزيون في عوفر طلعت من عند إسرائيل طبعا في الاشتياح في 2002 فهمت أنا من بعض الإخوان في واحد منهم استشهد أنه توفيق التراوي بعت مجموعة من الناس بحاول يشوف يتفقد وضع فؤاد الشوبك نعم على أساس كان مسجون وكان على أساس كيف طريقة يهربوا من السجن لأنه في عنده معلومات أنه ممكن الإسرائيلين يهاجم السجن اتحضروا الإخوان والاستشهد المسؤول عن المجموعة هذه في رغم الله وتركوا الموضوع وبطلوا لأحق الموضوع قبل أسبوع من الاشتياح ومن اقتحام سجن أريحة كان توفيق التراوي أصدر تعليماته إلى المساعدين تبعونه أنه كل المطاردين والمطلوبين لإسرائيل أنهم لازم يناموا في المقاطعة الموجودة فيها السجن في أريحة واستغربوا طب ليش منامين في بيوتهم وفي دورهم ليش يروحوا على يناموا في السجن لكن كانت توضحت الصورة لهذه الشباب اللي حكولي طبعا لما تم اقتحام سجن أريحة بعد اقتحام سجن أريحة بأربع خمسة أيام نعم اتصل فيه توفيق التراوي والله على ما أقول شهيد قال لي فهمي تعال بدأي إياك انزلت على أريحة كنت طالع من سجن في عوفر قال لي فهمي أنا أبدأ استشيرك أنا معطرد على موضوع توفيق الرئيس لم يحرك ساكنا في قضية اقتحام السجن فقلت له اسمع أبو حسين إذا كان أنت عندك بدك تحكي تعلم استقالتك على أساس شعبية فاللي بيحبوك هم معروفين والبكرة هم معروفين جبريل وجوب بيكرهك لا راح يحبك ولا يزيد لطنقص فإنت إذا عندي فعلا بدك تستقيل أنا بنصحك أنك تحمل حالك تطلع من البلد وتستقيل من برية البلد لأن الإسرائيليين اللي هلأ يبدو أنهم مصلحة عندك فهم سكتين عليك لما بتستقيل راح يجبوه لك يا عن طريق دعاوة مدنية للأهالي اللي بتدعو أنه الدم إيديك وضحة مش صحيح بالنسبة لهم فعشان هيك أنا قرر نفسك وانت اختار بس ما بقبل أنه أنا ولا بنصحك أنك تستقيل وانت في البلد قال هيك رأيك قلت له هذا رأيي فعلا عاود ما استقال نعم وبعد فترة قريبة حصل على الفي آي بي هذا بالنسبة لموضوع توفيق التراوي فيما تعلق في السجن أريحة بعدين الإشي التاني الكوادي عساسا نحكيه بتوسع المرة القادمة أنا في آسف في أيام دوامي في المخابرات وطبعا بعد قضية رفيق الحسيني وأثناء دوامي اللي في الأربعة تشهر بقلت تشهر توفيق تراوي كنت محبوس فيهم عشان يعرف كيف في الأربعة تشهر كنت محبوس جتني شكوى من شباب أنه في ضابط في المخابرات جتني سيدة من دار الدقماق دقماق وقلت له أنه إله أخ بلعب إمار مع أحد الأشخاص هلأ هم يعودوا لجنة مركزية نعم إجداد فتوجهت له بحسين لتقول له كيف في ضابط بلعب إمار ومخسرين ابن الدقماق مصاري كتير وأهله زعلانين وضيع مال أهله طبعا أنا ما في عندي تسجيل بس أقسم بالله وأيدي الأقسم بالله العظيم أنه على ما أقول أنه يقول الصح والصدق قال لي اسمع فهم إنسى الموضوع هذا طبعا ما بدي أحكي اسم الشخص لأنه معروف هو الشخص هذا في بيتونيا داره في بيتونيا وهو من بيتونيا فقال لي فهمي إحنا عماننا منصور هذا المسؤول الكبير وهو بالعب إمار فهذا كان بالفترة اللي أنا بقول عنها تفيت ترا وكنت في السجن فللأسف يعني حتى عضاء اللجنة المركزية للتنين هلأ هم زملاء مع بعض بدي أشوف كيف توفي التراب بكنا بدي أقعد معه وطبعا عضو اللجنة المركزية التانية بيعرف قديش مصداقية هذا الكلام إنه بندق ماق موجود والبيت بيتونيا موجود وضابط المخابرات لا عد في دارة موجود شو ظل عندك وقت تفضل معنا خمس دقائق شوف يا سيدة السلطة اليوم عمالها بتتوجه إلى تسير زي جيش جنوب لبنان زي جيش لحد القمع البقمع للشعوب أنا في جملة كنت أحكيها بس أنا خجلان أحكيها ولكن أخذتوا البيت تبعي مش مشكلة يعني ولو متت ونحسجلت أنا مش الآن أنا مبسوط بس بتكون تفهموا شي واحد إذا ما غيرتش السلطة من هاجها وحاربت الفاسدين فيها من الكبير إلى الصغير الناس رح تطلع بالشوارع في يوم الأيام رومانيا طلعوا المئات عساسي غير حكوماتهم إحنا الشعب الفلسطيني قاومنا الإسرائيليين وانطخ بنا الشهداء فأكدوا أنه بتتغير المعادلة بكرة بتتغير عيهم الآن يا سيد شباني وتدين بعض من في السلطة ومن هم على رأس عمل لكن هناك تسوية ما بينك وبينهم صارت وتم ضبط الوضع هل هذا دقيق أم لا شوف يعني أنا كنت بدأت الملفات واحد واحد ومسؤول مسؤول ووكيل نيابة ووكيل نيابة ورئيس نيابة ورئيس نيابة وقاضي قاضي كل واحد بملفه الموجود ولكن هذا بدأت عشرين سنة فأنا فتحت موقع لي موقع حكايتي ياريت تحطوا الويب سايت تبعوا عشان الناس تتطلع على الوثائق www.hikaiety.com هذا الموقع لفنا طرفت في قضيتك حتى نضعه بكل أفضل يا سيدي شكرا لك شكرا لك برك الله فيك قضيتي هذه هي مش قضيتي فهمي شباني هذه قضية كل العالم العرب والإسلامي يا أخي الكريم فضل القضية اللي بحكي فيها أنا فتحت الموقع هذا على أساس أنه بديش أفتح ملف ملف لكل مسؤول أنا فتحت ملف أبو مازن وكمان يمين ستفتح الأبواب المغلقة وكل من له شكوى أو مشكلة لازم وصلها عندهم مازن لازم يبعد فيها الرسائل وأنا إيش في عندي وثائق راح أضيف هذه الوثائق على الشكاوية معتل الناس لأنه إذا يرح نجي نلاحق واحد واحد مش راح نخلص الرئيس أبو مازن هو المسؤول عن كل ما يجري على الساحة الفلسطينية هو المسؤول عن توفيق التراوي ومسؤول عن نقاض القضاء ومسؤول عن كل صغيرة وكبيرة في البلد وبالتالي أي خلل بدي يسير معنا إحنا هو بدي يكون مسؤول وبدي يتحمل مسؤوليات طيب اتهمت السلطة الفلسطينية بأنها تتعامل يعني فيما يتعلق بالتنسيق الأمني مثل جيش لحد يعني أليس هذا وصفاً ظالماً أنا بطلب من مركز إحصاء محايد أنه يسأل هذا السؤال ويشوف النتائج وراح أنزله بكرة على الموقع شوف هذا يبدو أن يعطوا النتائج لأنه عمالهم بيقمعوا الشعب عمالهم بيأكلوا مال الشعب بطلبوا من الشخص بيعطوه ورات بخمسمائة دولار وبقول له استأجر بيت ويسرقوا لها في المدارس وأكولوا وإشرب وبدأك تكون ملتزم ووطني وكذا وكل التفاصيل هذه وشو بدي يساوي وزرقوا وممنوع تشغل الشغلة الثانية وهم أعمالهم بالملايين يسرقوا أموال الشعب كلها سرقت في بطولهم اللي عنده قصور وعنده عقارات وعنده في الدول العربية البجاورة شركات وأساسات كلاتها من وين جات؟ اللي معاه 100 مليون دولار بالدخيل الله بس وارجولي من وين جاب الميت مليون دولار؟ إذا كان الراتبخ أكتر من 5000 دولار خلينا نحسب له إياهم قديش صفة معه؟ اللي معاه اليوم في مستويات عندنا في مستوى 10 مليون في مستوى 50 مليون في مستوى 100 مليون من وين جابوهم دولار؟ طيب الآن خطوطك أنت المقبلة يعني أنت قلت منذ فترة بأن أقل ما لديك هو يعني فضيحة يعني رفيق الحسيني بعد إذن الفضائح التي تلت كانت عادية يعني هذا دليل ربما بعض مما قال حتى في السلطة دليل إفلاسك يعني يا سيدي بدأ لك شغلة واحدة لما بجي بقولكم أنه فلان لفلان الضابط لفلان يباع قطعة أرض أو عقار جنب المسجد الأقصى هذه أنا بعتبرها أكثر من موضوع رفيق الحسيني ولكن إذا الناس بتشوفها أن هذه أقل هذه مشكلتهم همه هذا واحد إذا بقول المناظرين وبرمون بالسجون وبالقبور هذه أقل من رفيق الحسيني ولكن رفيق الحسيني هم حرين هو بالتاريخ صاري الرجل ولكن يحيوه مرة تانية هذه مشكلتهم ولكن القضايا اللي أحكي عنها هي قضايا أهم من رفيق الحسيني العقارات المقدسية جنب المسجد الأقصى أهم من كل الشعب الفلسطيني لأن الشعب الفلسطيني بضحي بروحها عشان هذه العقارات وعشان المسجد الأقصى المبارك ولكن محداش الآن للأسف لكن البعض سيد شباني يقول بأن ربما تفجيرك لفضيحة فتح قيت بعدها سميت بذلك كانت بعد يأسك يعني ربما كان أبو حسين الطراوي اللواء الطراوي كان يقول لك من أجل العودة إلى منصبك الاثنين المقبل الخميس الجاي بعد أسبوع بعد شهر وعندما يأست قمتها بذلك كل ذلك بدافع الانتقام وليس بدافع المصلحة الوطنية يا سيد إذا عندك قوات أنا أكثر موظف في السلطة الفلسطينية قدمت استقالاتي دلك ليش لأنه أنا لما اشتغلت مع السلطة كان عندي أكبر مكتب محامها في القدس ومش بحاجة لا وظيفة ولا راتبهم وبالعكس كل الشباب اللي في المخابرات بيعرفوا أن أنا كنت مدفع من جيبي ما بستنى راتبهم ولا المنصب وبعدين أنا أقول إذا ربني على إيدي أن أجي أحكي لملفاتها ما أنا كنت على رأس عملي بس يشتجنوني الإسرائيليين وهذا شهادة شرف أنا اليوم لما جيت على المكتب وأنا على الباث أنا عد سيعة دور على المكتب كل سيارات الباث عن مهدد عشان ما تقولش باث لقاء معي فقط خايفين من السلطة طيب سؤال أخير ومعي دقيقة ونص لو سمحت لي أنت وصفت الرئيس محمود عباس بما أسميته بالجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني لماذا هذا التصريح ما تبريرك له لا يا سيدي أنا كل ما بطلع ملاف وببين ملاف وبطلب الملفات الموجودة بعرف أن أبمازين عنده علم فيها وأنه وصلت لأبمازين وأبمازين لم يحرق ساكن في أي واحد من هذه الملفات فوقت إيش بدأ نظن نقول حيدو الرئيس وحيدو الرئيس إذا ما بطلبوا الإخوان طب شو ما نسوي إزاي مش بتحرك وبدوش يتحرك رفيق الحسين بطلع بلا كم من يوم بقول الرئيس متفاهم وضعي وبدي أرجع كم من يوم يرجع يا سيد أنا ما ينعو وبالتالي ويحرق نفسه إذا الرئيس ساكن على كل هذه الفضائح مين يدعمين من حمل المسؤولين الرئيس الفلسطيني مش أنشأ يعني لجنة تحقيق وستمعت بعدين عزام الأحمد يعني يا سيد يا عزام الأحمد أزاحه لأنه في ضغط داخل صار قالوا له ما نحن متهمين عزام ب2 مليون 700 كيف تحط عزام دليل عندما نشو متابع أخبار البلد بكل أحوال كلمة أخيرة لكم سيد شباني بتلاتين ثانية الآن ما خطواتك المقبلة في معالجت وحل مشكلتك كلها أنا ما فيش عندي مشكلة أنا مشكلة مشكلة الشعب الفلسطيني أنا بطلب كل المثقفين وأصحاب الرأي في الشعب الفلسطيني أن يعلو رأيهم وصوتهم أنا ما بدي رشي حال الانتخابات ولا بدي وظيفة في السلطة ولا معني فيهم على الإطلاق أنا معني في أرضي في القدس في الأقصى في كل الشعب الفلسطيني المثقف يحكي كلمته ويعلي صوته شكرا جزيلا لكم فهمي شباني التميمي مسؤول ملف الفساد في السلطة الفلسطينية في الضيفة الغربية سابقا على هذه الإفادة كما أشكركم مشاهديا كرام على حسن متابعتكم الآن ننتهي حلقة اليوم من أضواء على الأحداث نلتقي غدا بعونه تعالى دمتم الله يرعاكم الله معكم اشتركوا في القناة